والإنجازات المشرفة والنجاحات المتحققة التي تشكل فريق البحرين هي محل اعتزاز وتقدير لدى الجميع لافتن إلى أهمية مواصلة تمكن الكوادر الوطنية وتعزيز دورها في مسيرة البناء والتطوير بما يسهم بالدفع بمختلف القطاعات التنموية نحو مستويات أكثر تنافسية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه نعم جاء ذلك لدى رقائي سموه حفظه الله في قصلك ضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء الدفعة الثامنة من منتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية حيث أشار سموه إلى أن الاستثمار في الكوادر الحكومية أولوية دائمة تسخر من أجلها كافة الجهود باعتبارهم المحرك الأساسي لمختلف مسارات العمل الحكومي مشيدا بما بذله منتسب الدفعة الثامنة من جهود حفيثة خلال فترة انتدابهم في مكتب رئيس مجلس الوزراء وما أظهروه من مستوى مهني ومسؤولية عالية تسهم في تطوير الأداء الحكومي وإثرائه إلى جانب المهارات والخبرات المكتسبة لتحقيق أهداف البرنامج مثنيا سموه على المشاريع النهائية التي قدمها المنتسبون والأفكار التي قاموا بتقديمها وتنفيذها خلال فترة انتدابهم بالبرنامج وقال سموه إننا نلمس من كافة أعضاء فريق البحرين الذين ينجزون عملهم بكل إتقان وعزم في مختلف مواقع عملهم مشاعر الإخلاص والولاء والانتماء لهذه الأرض الغالية ونفخر بمنجزاتهم الوطنية ونشد على أيديهم لمواصلة العطاء لرفعة وطنهم ونهضته ونستمد منهم عزيمتنا للمضي قدما من أجل مواصلة المساعي الهادفة للتقدم والنماء لتحقيق مستقبل أكثر الزهارا للوطن والأجيال القادمة من جانبهم أعرب منتسب الدفعة الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن بالغ شكرهم وامتنانهم لصاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بتطوير الكوادر الحكومية وتقديم كافة الدعم والمسالدة معاهدين سموه على مواصلة الجهود والعطاء من أجل نماء الوطن ورفعته